كلام أول مرة تسمعه عن الحسد للأسف أخي الحبيب أصبحنا اليوم نغرق في بحر من الحسد الكل يحسد الكل للأسف الشديد نعيش في هذا العصر لماذا؟ كثرة اللهو، كثرة المتاع، كثرة مقاطع الفيديو كل واحد يحسد الآخر على شيء متعه الله به هنا لدي آية عظيمة أود أن أذكرها لنتعلم منها أيها الأحبة الله عز وجل أمرنا أن لا ننظر لأي ممتلكات أو متاع أو زينة يتمتع بها شخص ما ممنوع في الإسلام قال تبارك وتعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى أراد القرآن هنا أن يغير اتجاه نظرتك إلى الآخرة لذلك اليوم نحن متعبون جدا نلهث وراء الدنيا للأسف ولا نحصل إلا ما كتبه الله لنا مغريات الدنيا كثيرة اليوم زينة الدنيا كثيرة جدا أيها الأحبة وأنا قبل أن أتأمل هذا الموضوع أحب أن أتأمل معكم قصة في القرآن الكريم عندما نظر بعض الناس إلى ممتلكات شخص كان غنيا جدا وكان هناك ستحدث مشكلة كبيرة لو أن الله استجاب دعائهم من هو أغنى رجل في زمن سيدنا موسى؟ قارون وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين الله لا يحب من يفرح بهذه الدنيا الله لا يريدك أن تفرح بشيء زائل يريدك أن تفرح بالجنة أن تفرح بالحياة الخالدة الأبدية التي ستعيشها بعد الموت وليس بحياة قد تستمر أيام أو ساعات أو دقائق أو سنوات ستنتهي قريبا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم القيامة قريب جدا أيها الأحبة لكي أنظروا معي أنا سأتحدث معكم عن هذا المشهد من القرآن ونطبقه في واقعنا لننظر كم شخص يشبه قارون وقوم قارون يعني فقط لنفكر انظروا أخي الحبيب فخرج على قومه في زنته أريدك أن تتخيل إنسان لديه سرب من السيارات الفارهة وحراسة مشددة وجواهر وألماس وطائرات وأملاك وأشياء تبهر الإنسان هذا هو حال قارون في ذلك الزمن قبل ألاف سنين فخرج على قومه في زنته المال والزينة والذهب ومن حوله حاشية كبيرة جدا قال الذين يريدون الحياة الدنيا انظر أخي الحبيب كم واحد اليوم بناء على هذه القصة كم واحد اليوم تتصور أنه يشبه هؤلاء الذين يريدون الحياة الدنيا كم واحد منا يتمنى أن يمتلك سيارة مثل جاره قصرا مثل فلان كذا مثل فلان فخرج على قومه في زنته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم طيب هل هم كفروا بمقاييس العصر لا بمقاييسنا اليوم الطموح مطلوب أن تتمنى أن يكون عندك المليارات هذا الشيء جيد جدا اليوم بمقاييسنا اليوم يعني حتى هناك علم التنمية البشرية والبرمجة اللغوية العصبية وهذه العلوم التي تحدثنا عنها هدفها الأساسي كيف تكسب المال كيف تصبح مثل فلان يعني أكبر أهداف العلم الحديث اليوم أن تصبح مثل أغنى رجل في العالم ماسك أو الآخر أو غيره طيب في مقاييس القرآن ما هي النتيجة قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم يعني هذا أمر طبيعي اليوم يحدث أنا قلت لكم أيها الأحبة نحن نغرق في بحر من الحسد اليوم قال الذين أوتوا العلم وي لكم سبحان الله يعني أنا عندما أقرأ هذه القصة والله أستغرب طيب ما هي الجريمة التي ارتكبها هذا الإنسان هو يتمنى أن يكون لديه مثل قارون ولكن الذين أوتوا العلم يعلمون أن قارون ملحد كافر فاسق طاغية كيف تتمنى أن تكون مثله قال الذين أوتوا العلم وي لكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها إلا الصابرون يجب أن تنظروا إلى الجنة وليس إلى شيء مدمر شيء فاني سيفنى قريبا وهنا تأتي الصائق أيها الأحبة لتفصل هذا الجدل وتحسم هذا الجدل كل فريق متمسك برأيه الأغلبية يقولون يا ليت لنا مثل ما أتي قارون والأغلبية ذاتها موجودة اليوم أيها الأحبة يا ليت لنا مثل ما أتي فلان يا ليت لنا مثل ما أتي فلان ينظر إلى ممتلكاته وينسى مصيره عند الله وأصحاب العلم الذين آتاهم الله العلم يقولون وي لكم وي لكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا هذه الجنة ما يلقاها إلا الصابرون تحتاج إلى صبر تحتاج إلى معاناة إلى بلاء إلى أن تثبت أنك فعلا عبد صالح وفي لله عز وجل لا تتبع الدنيا تأتي الصائقة لتفصل هذا الجدل فخسفنا به وبداره الأرض يا لطيف أنا أريدك للحظة أن تتوقف تعزل دماغك عن المؤثرات الخارجية وتركز مع هذه اللحظة رجل عظيم أغنى رجل في العالم الناس يتمنون أن يصبحون أن يصبحوا مثله وإذا بداره تنخسف وتبتلع هذه الممتلكات كاملة فخسفنا به وبداره الأرض فلم تكن له فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين لم يستطع أحد أن ينقذه المليارات تبخرت ولم تنقذ صاحبها فخسفنا به وبداره الأرض هنا بعدما رأى الطرفان الأغلبية الذين يريدون الحياة الدنيا والأقلية الذين أوتوا العالم سارع هؤلاء وقالوا الحمد لله وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس هؤلاء الذين يريدون الدنيا الأغلبية وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يبسط ويقدر وينزع ويحرم لولا أن من الله علينا لخسف بنا لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون يعني آية مرعبة موقف مرعب لذلك هذه القصة أنا شخصيا أتعلم منها أنني لا أنظر إلى ممتلكات شخص مهما بلغت أنا نظري دائما إلى الجنة اذهد فيما عند الناس يحبك الناس لتكسب محبة الناس اذهد فيما عندهم إياك أن تحسد الآخرين لأنك عندما تتمنى أن يكون لديك مثل هذا الشخص أنت ضمنيا تتمنى زوال النعمة يعني من عنده تتمنى زوال النعمة عنه تتمنى أن تكون أنت الغني وهو إنسان عادي هذا هو الحسد أيها الأحبة الذي يدمر يحرق يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب لذلك من حكمة الله أن آخر سورتين في القرآن فيهما استعاذ بالله من شر الحسد وشر الشيطان قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب الليل يعني المظلم إذا وقب خيم يعني ومن شر النفاثات في العقد السحرة ومن شر حاسد إذا حسد وما أكثرهم لذلك هذه السورة هي حصن أنزله الله لكي تقرأه كل يوم عدة مرات سبع مرات تقرأها كل يوم لتحصن نفسك أولا صحتك مالك أولادك مهما كنت فقيرا أنت بحاجة أن تنجو من شر الحاسدين يعني حتى الفقر أحيانا يحسدون الناس عليه تجد إنسان فقير معدم ولكن لديه صحة جيدة يحسدونه على صحته سبحان الله فلذلك أخي الحبيب إياك أن تكون مثل الذين يريدون الحياة الدنيا الذين كانوا في زمن قارون إياك أن تنظر لما متع الله به أزواجا منهم ماذا سماها القرآن زهرة الحياة الدنيا زهرة الزهرة كم تبقى أيام ثم تذبل وتموت لنفتنهم فيه يعني هذا فتنة كلما كثر المال بيد شخص اعلم أنه فتنة قليل ممن يضع هذا المال في حقه ويبتغي به الله وينفقه في سبيل الله قليل الغالبية العظمى لا تفعل هذا لذلك قبل أن تتمنى أن تكون مثل فلان انظر إلى مصير فلان في الآخرة أين يكون وانظر إلى مصير هذا الفقير الذي أنت تهرب منه وتبتعد منه أنظر إلى مصير هذا الفقير أين يكون في الآخرة كم الجنات كم الممتلكات التي سيحصل عليها كم من النعيم سيحصل لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل اللهم احشرني مع الأغنية أبدا لم يقل اللهم احشرني مع أصحاب المليارات لا 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 كان يدعو الله أن يعيش مسكينا ويموت مسكينا وأن يحشر يوم القيامة في زمرة المساكين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطينا رزق الآخرة أن يعيننا أن نوجه عيوننا باتجاه الآخرة وليس باتجاه الدنيا لأن هذه الجنة فعلا غالية وما يلقاها إلا الصابرون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة